هنبتدي الكلام بتاعنا على فوري ترانسفورميشن بان احنا نعرف الفورمال ديفينيشن بتاعه. اوكي? الفوري ترانسفورميشن بياخد لنا X of T يوديعا X of Omega. اوكي? وانحنا لما بيكلم على فوري ترانسفورم بيكلم على كنتينيوش فوري ترانسفورم. بيتخيل احنا عندنا كنتينيوش تايم سيجنال وبناخد ناحية التانية السيجنال دي في الـ Frequency Domain. الـ Omega دي الواحدة بتاعتها واحدة على Time اللي هي Frequency. وده يعتبر الفوري ترانسفورميشن بتاع X of T. العلاقة بين الفوري ترانسفورم والسيجنال الاصليه بتاعتنا بتتمثل بالشكل ده كده. ان X of Omega بتسوي integration minus infinity infinity X of T e to the minus j Omega T dT. لو احنا عايزين نجيب الانفرس بنجيبه X of T بتسوي 1 over twice pi integration minus infinity infinity X of Omega e to the j Omega T d Omega. هلاحظين ان فيه هنا plus sign وهنا فيه minus sign. و twice pi اللي برا دي هي الاختلاف اللي بين الـ inverse وبين الـ A. الـ forward foray transformation. السؤال برده لازم نسأله هل الـ forward transformation ده موجود لكل انواع functions او لأي X of T. Actually مش شرط. فيه عندنا مجموعة من conditions كده ممكن احنا نتكلم عليها و يعني منها نعرف اذا كان الـ forward transformation ده موجود او يعني ممكن احنا ما نقدرش ان احنا نجزم بكده. اوكي فباسيكلي نقول ان هو بي exist يعني له وجود. لو كان X of T d بنسميع absolutely integrable او او ان انا لو خلت الintegration بتاع الـ absolute value بتاع X of T اوكي الـ area under absolute value بتاع X of T d بتبقى finite اوكي او الحاجة التانية ان X of T has only a finite number of discontinuities اوكي as well as maxima and minima اوكي طبعا الـ two conditions دول دول mathematical definitions كويس لو الاتنين دول متحققين اوكي لو دول متحققين الـ conditions دي اي واحد فيه متحقق يبقى معنا كده بتكلم على ان عندي الـ forward transformation بالتأكيد يبقى موجود. لو مش موجودين يبقى لا يعني مقدرش احاقزم ان هو موجود بس ممكن يكون موجود اوكي مستطع مقدرش احاقزم يعني معناها انها مقدرش اقول ان في او مفيش اوكي يعني ممكن يبقى two conditions دول ما يكونوش متحققين ويبقى still الـ forward transformation بتاعي موجود. فعشان كده بنسمى conditions دي sufficient but not necessary. sufficient معناها لو موجودين يبقى اكيد الـ forward transformation موجود مش necessary يعني معناها لو هم مش موجودين ممكن still برضو forward transformation بتاعي يبقى موجود